السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في هذا الفيديو في حصة اليوم إن شاء الله سننجز المراقبة المستمرة الثالثة في مادة النشاط العلمي أي الامتحان الأول للدورة الثانية في مادة النشاط العلمي للمستوى الثاني من التعليم الإبتدائي إذن نبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول يقول أكتب نوع كل نبات تحت الصورة تلقائي مزروع مغروس إذن هنا سنبدأ بالسؤال الأول لفيها نباتة الفول نباتة الفول كنزرع البذور إذن لذلك سنكتب مزروع بالنسبة لهذه النباتة فهي تنمو من تلقاء نفسها إذن نكتب تلقائي أما بالنسبة لهذه النباتة كنلاحظ أننا وضعنا التربة أي غرسناها لذلك سنكتب مغروس إذن الفرق بين مزروع وما تلقائي ومغروس بالنسبة للمزروع نزرع البذرة وبالتالي تنمو لنا النباتة إنطلاقا من البذرة يعني مزروعة هنا مغروسة يعني غرسنا واحد الشجرة صغيرة إذن غرسنا حفرنا الأرض وغرسنا ذلك الشجرة وكبرات تلقائي يعني كتنمو في شيء بلصة من تلقائي نفسها لا نحتاج إلى بذرة أو إلى شجرة صغيرة أو شتلة صغيرة لزرعها لذا تسمى تلقائية أو تلقائي نمر الآن إلى التمرين الثاني التمرين يقول أكتبوا اسم الجزء المناسب للنبتة إذن هنا عندنا نبتة أطلبوا مننا باش نكتبوا أجزاء النبتة هنا السهم اللي التحت يشير إلى الجذور نكتب الجذور هنا عندنا الجذور بالنسبة للسهم الذي يوجد في الأعلى فهو يشير إلى الأوراق الأوراق بالنسبة للسهم الموجود هنا فهو يشير إلى الساق 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 إذن هذه تسمى الزهرة هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال الموالي السؤال الثالث السؤال يقول أكتبوا نوع الجذر المناسب تحت صورة نباتي إذن هنا عندنا وتدي حزمي عرضي ثم درني إذن نبدو هنا بالصورة الأولى إذن بالنسبة للصورة الأولى هنا عندنا نبات البصل نتحدث عن جذر إذن هنا عن جذر عرضي إذن عرضي أو عرضي نكتبوا عرضي ثم بالنسبة لنبات الأخير هنا نتحدث عن الجذر الحزمي أو حزمي حزمي هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الثالث نمر الآن إلى السؤال الرابع إذن السؤال الرابع يقول أربط بخط النبات بنوع ورقته المناسبة إذن لدينا ورقة مفصصة إذن الورقة المفصصة هنا هي هذه الورقة ثم لدينا ورقة بسيطة ورقة بسيطة هي السورة الأولى ثم لدينا الورقة المركبة هي السورة الثانية هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال الرابع نمر الآن إلى السؤال الخامس أضع علامة مضروبة في خانة الجزء الذي يؤكل إذن هنا عدنا النبات الأول إذن الجزء الذي يؤكل في هذا النبات هو أو هي الأوراق إذن عدنا الأوراق ويؤكل كذلك الساق أو السيقان بالنسبة للجذر يؤكل الجذر إذن عدنا جذر بالنسبة للخص بالنسبة للخص هنا الأوراق إذن نتناوله الأوراق بالنسبة للبصل عبارة عن جذر إذن جذر عردي أو عردي إذن هنا نأكل الجذر نضع علامة في الخانة المقابلة للجذر إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال أو تمريل الخامس نمر الآن إلى تمريل السادس والأخير أملأ الفراغ بما يناسب ذرنات البطاطس من الطربة ذرنات البطاطس من الطربة إذن هذا فيما يخص الإجابة عن السؤال السادس والأخير في هذا الامتحان إلى هنا أصدقائي نصل إلى نهاية هذه الحصة نلتقي إن شاء الله في الحصص المقبلة حيث سنتمم إنجاز بقية الامتحانات الخاصة بالمستوى الثاني ابتدائي الامتحانات الأولى للدورة الثانية أرسلكم كل فيديو جديد لا بد من الاشتراك في القناة والضغط على الزر أبوني ولا تنسوا تفعيل الجرس دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء